تتعرض مدينة القدس المحتلة لهجمة شارسة تستهدف ترحيل أكبر عدد من المقدسين عن منازلهم حيث تشترك مختلف الدوائر الحكومية التابعة للاحتلال مع المستوطنين في سبيل تحقيق أهدافهم سواء بتزوير الوثائق الرسمية أو شراء المنازل من السماسرة أو هدم المنازل بحجة عدم الترخيص على بعد ثلاثة أشهر من آب موعد انتهاء المهلة التي منحتها محاكم الاحتلال لإخلاء عائلات الشيخ جراح في القدس المحتلة فرغم توجه العائلات لما تسمى بمحكمة العدل العليا لإلغاء قرارات الطرد والإخلاء إلا أن المحكمة تتجاهل الوثائق وذكريات 28 عائلة تعيش في منازلها منذ العام 1956 لتحكم لصالحي منستوطنين قاموا بتزوير الأوراق الرسمية والتاريخية ليستولوا عليها في تخطيط كبير لهذه المنطقة بالتحديد في حال نجحوا بإخلاءهم هناك مخططات لبناء حوالي 250 واحدة استيطانية في نفس المنطقة والتي ستكون تكمل إلى الطوق الموجود في الشيخ جراح هناك بعض البنايات من بيت المفتي وكل المنطقة هذه تقريباً هودت وبالتالي هناك خطورة كبيرة جداً لتكون لها أثار كبيرة جداً على القدس وعلى التهويد بالقدس أدوات مختلفة تستخدمها الجمعيات الاستيطانية في سبيل الاستيلاء على أكبر عدد من المنازل الفلسطينية بالقدس المحتلة ولعل أخطرها يتمثل بتسريب العقارات للمستوطنين مقابل الملايين من الشواكل كان آخرها تسريب ثلاثة عقارات سكنية وقطعة أرض في حي بطن الهوى في سلوان ما أثار موجة غضب واسعة في الشارع الفلسطيني أي تفريط في أي حجر بالقدس من أي فلسطيني أنا في اعتقادي لازم أقصى العقوبات اللي في الدنيا لازم تلحق بهذا المسرب من كل النواحي اجتماعية قضائية قانونية كل العقوبات اللي ممكن توقع على هذا الإنسان لازم تأخذ وأقلها هو يعني العزل الاجتماعي عدم التعامل معه تحت أي ظرف من الظروف لأنه إنسان يعني ما في صفة أسوأ منها ومن ينجو من أطماع المستوطنين إن كان بتزوير الأوراق أو الترهيب تلاحقه جرافات الهدم والخراب الاحتلالية فخلال العام الحالي فقط هدم الاحتلال 25 منزلا في العاصمة المحتلة من مدينة القدس المحتلة آية الخطيب رؤيا